من أجمل الحاجات اللي أنا شفتها الخبر اللي بيقول 5 ديسمبر موعد قرعة كاس العالم للأندية بعد شوية حيبقى علنوا بقى شوية يوم 2 3 4 5 حسب ما يقولوا ايه تفاصيل القرعة تصنيف الأندية حيبقى عمل ازاي مين اللي هيسحب القرعة كل التفاصيل دي حيعلنوا عنها لاحقا يعني لكن خلينا نوقف شوية ايه رأي حضراتكو انه من فضل الله سبحانه وتعالى عبر سنوات طويلة الاهلي هو الممثل الدائم ليس لمصر فقط ولكن الافرقية في كاس العالم للأندية وتمثيل مش تمثيل مشرف لا تمثيل في معظم الاحيان بياخد مديلي اربع مرات بياخد مديليا برونزية مع الكبار العظام كان ممثلا وحيدا للقرعة الافرقية باستثناء البطولة السابقة او قبل السابقة لما كان معاه الوداد انه الوداد كان المنظم والاهلي دخل بصفته التاني وكان الوداد والبطل في نفس التوقيت لكنه وجهة افريقيا كرويا هو النادي الاهلي لا لشيء الا لانه الاعظم لانه الاكبر لانه الاحسن لانه الاعلى لانه الاجهز الا لانه الاهلي وبالتالي موجود في كاس العالم المغربي الشقيق التراجي التونسي الشقيق سان داونز الجنوب افريقيا الشقيق ومن اسيا الهلال السعودي واراوى الياباني والعين الاماراتي وارسان الكوري الجنوبي طبعا الهلال والعين اخواتنا الاشقاء من اوروبا بقى ريال مادريد ومانشستال سيتي وعتليتكو مادريد وبارن ميونيخ وبروسيا دورتموند وتشيلسيو باريس سان جرمان وانتر ميلان وليوفي وبنفيكا وبورتو ساليسبورج روح على امريكا الجنوبية تلاقي فيلمينجو البرازيلي ومعاه فيلمونينزي وبالمراس من البرازيل بوكا جونيورز من الارجنتين وبطل النسخة الحالية من امريكا الشمالية واوخيانوسيا تلاقي منتير المكسيكي ليوني المكسيكي سياتر الامريكي اوكلاند النيوزلندي باتشوكا المكسيكي وتم اختيار انتر ميام الامريكي اللي بيلعب فيه للميسي الاهلي تاريخ عظيم في كاس العالم للاندية في الانتر كونتنينتل الاهلي صدق او لا تصدق هو اكثر فريق لعب بطولات لعب ستة وعشرين مباراة هو تاني من حقق الانتصارات حقق حداشر انتصار يعني بيروحش يلمس ويرجع هو اكثر من تأهل الى نصف النهائي سبع مرات هو اكثر من حصد البرونزية اربع مرات هو اكثر ما انا حافظ على نظافة شباكه تمن مرات هو تاني فريق سجل سجل اربعة وثلاثين هدف ما بقول لكش بقول لك ما بيروحش يلمس ويجري لا سجل اربعة وثلاثين هدف كل دي ارقام اهلوية في كاس العالم للاندية عشان تعرف ناديك ده عظيم قدي ايه عشان تبقى فرحان دايما بالنادي الاهلي اللي عايز ياخد حاجات هنا كده ويطلق على نفسه القابل اطلق زي ما انت عايز وعلى رأيي الضماطي نروح ونبارك ونهني وناخد معانا ورده وشوكولاتة وبقلاوة وبسبوسة وكل الحاجات الحلوة اللي نفسكه فيها وماله وماله من حق كل واحد ان يدلع نفسه كل واحد يدلع نفسه بطريقته لكن من حقك يا هلاوي انك تشوف المشهد بالكامل انك تشوف الفخر هنا اقولك زلموني بس مش باين في عناهم خلي اللي يغني للمظلومية يغني وخلي اللي يعيط يعيط لكن انت خلي ضحكتك ماليا وشك وطاير على طول على العالمين اخبار كتير وموضوعات كتيرة هنتبهها مع بعض في حلقة النهارة ترجمة نانسي قنقر